بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الفني الزراعي نظام الثلاث والخمس سنوات أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الحيوان للصف الأول الزراعي تكلمنا في الحلقات السابقة وعرفنا يعني إيه علم الحيوان المرة اللي فاتت بالتحديد عرفنا علم تاني وهو علم تصنيف الحيوان علم تصنيف الحيوان قلنا إن علم تصنيف الحيوان نظر لقصرة أنواع الحيوانات على بقاع الأرض فاضطرنا إن بعض العلماء جموا أسمونا الحيوانات وعملوا حاجة اسمها التسمية العلمية الحديثة وقلنا إن العالم لينوس هو رائد التصنيف العلمي الحديث انتقلنا بعد ذلك وخدنا نبزة مختصرة عن الأوليات من حيث طريقة معيشتها وعدتها وتقاليدها وإزاي بتتحرك وإزاي بتتقاصر وإزاي عملية التنفس بتتم فيها والإخراق اتكلمنا لو إحنا فاكرين عن الحركة في الأوليات ودي كانت تهميني جدا فأسمنا الحركة في الأوليات مثلا قلنا زي حيوان الأميبة كان بيتحرك بواسطة الطالب الشاطر هيفكرني ويقول لي كان بيتحرك بواسطة الأقدام الكاذبة وقلت إن أنا ممكن أجي في الامتحان أقول بين بالرسم حيوان أولي يتحرك بواسطة الأقدام الكاذبة فيبقى هو حيوان الأميبة انتقلنا بعد ذلك إلى حيوان البراميسيوم وقلنا يتحرك بالأصوات ثم قلنا الجرسميات تتحرك حركة دودية وقلنا البراميسيوم يتحرك بالأهداب أما اليوجلينا تتحرك بالأصوات النهاردة هننتقل قبل ما ننتقل لدرس النهاردة قلنا إن الأوليات مش معظمها ضر ومش معظمها نافع كل حاجة لها أهمية اتصادية يعني لها أضرار ومنافع النهاردة هبدأ أخذ أول حاجة في الحيوانات الضرة اللي هي الأوليات الضرة الأوليات الضرة بالحيوان الأوليات الضرة بالحيوان هناخد حاجات لذيذة أول النهاردة ياريت نفوق كده مع بعض علشان درس النهاردة كله مهم وبييجي في الامتحان هبدأ أخذ أول حيوان أول حاجة النهاردة هتصيب الحيوان وأول حيوان هيقابلني من الحيوانات الأولية دي وأحب أن نوع أن الحيوان ده بيكون صغير جدا بشوفه بالمجهر أو بالميكروسكوب اسمه التيريبانسومة التيريبانسومة الأسامي عندي تهمني جدا التيريبانسومة التيريبانسومة بيتطفل في بلازمة دم وفي بعض سوائل الجسم الأخرى لأنواع كثيرة من الفقريات في المناطق الحارة والمعتدلة الأول أحب أن نوع أن حيوان التيريبانسومة لا يوجد له فراغ غزائي وأنه بيتغزى على بلازمة دم عن طريق الانتشار الغشائي بيتغزى على بلازمة دم عن طريق الانتشار الغشائي طيب طفل التيريبانسومة في بلازمة دم وفي بعض سوائل الجسم يعني بتتغزى على بلازمة دم عشان كده بيتميز عن طريق الانتشار الغشائي إنه بيستخلص البلازمة من الدم وفي بعض سوائل الجسم الأخرى لأنواع كثيرة من الفكريات طيب تنتقل العدوى إزاي بالتيريبانسومة بتنتقل العدوى بالتيريبانسومة من حيوان مصاب إلى آخر سليم بواسطة لا فكريات مصاب الدم زي ما أنا هشوف دلوقتي طيب الفكريات اللي بتعيش على الأرض بتنتقل العدوى لها عن طريق أنواع من الزباب والبك المصي للدماء يبقى في حالة الفكريات التي تعيش على الأرض أوضح النقطة دي في حالة الفكريات التي تعيش على الأرض بتنتقل العدوى عن طريق أنواع من الزباب والبك وربما أنواع من الأراض طب اللي بتعيش في المية يا أولاد اللي بتعيش في المية بتنتقل عن طريق ديدان العلق اللي بتعيش في المية عن طريق ديدان العلق يبقى اللي بتعيش على الأرض عن طريق أنواع مختلفة من الزباب والأراد والبق نفرق دي كويس قوي الفقريات التي تعيش على الأرض بقول بتنتقل العدوى إليها عن طريق أنواع من الزباب والبق والأراد طب اللي بتعيش في المية عن طريق ديدان العلق اعراض الاصابة ازاي اعرف اعراض الاصابة بحيوان التربانزومة واحد بتبدأ الاصابة ان الزبابة بتاعت التسي تسي عشان في الاخر خالص هنعمل جدول نقول ايه هو العائل الوسيط ايه هو الطور المعدي ايه هو العائل النهائي ايه هو اسم المرض ده يهمني جدا في اخر الحلقة ان شاء الله هنيجي على كل الحاجات اللي احنا خدناها النهاردة وهنقول فيها اربع حاجات ايه هو اسم المرض اللي بتسببه التربانزومة مثلا او بلازمديوم المالاريا او زم احنا هناخد دلوقتي فهاجي اقول ايه هي اول حاجة بتهمني ايه هو اسم المرض اللي بتسببه اعراض الاصابة الطور المعدي العائل الوسيط والعائل النهائي وازاي اعمل مكافحة او مكاومة لهذا المرض النهاردة بنبدأ باول حاجة التربانزومة اعراض اصابها ايه الاصابة بيها واحد بتبدأ الاصابة بأن تسكب زبابة ملوسة بجلد انسان اللي تمتص دمه او الزبابة دي اسمها زبابة ايه اولاد زبابة التسي تسي زبابة التسي تسي وهنقولها الوقتي في الجدول النهائي اعرض الاصابة بتبدأ الاصابة بأن تسكب الزبابة الملوسة جلد الانسان لتمتص دمه احنا عارفين ان الزبابة بتقف على جلد الانسان عشان تمتص دمه فبتيجي الزبابة دي تقف على جلد الانسان تمتص دمه عند بدء الاصابة بتوجد التربانزومة في الدم عشان انا هقول ان اسم الطور المعدي هنا التربانزومة اسم الحيوان التربانزومة الطور المعدي التربانزومة يبقى هنا عند بدء الاصابة توجد التربانزومة فين؟ في الدم بتظهر على المصاب اعراض حمى غير منتظمة اعراض حمى غير منتزمة اللي هو دور برد دور حرارة جديدة وتسمى حمى دي باسم حمى جانبية بعد مدة من الزمن بتصل التيربانسومة الى سائل النخاع الشوكي عند اذا تظهر اعراض مرض النوم ونسيت اقول ان التيربانسومة بتسبب مرض النوم التيربانسومة اسم المرض اللي بتسببه مرض النوم يبقى اسم المرض اللي تسببه التيربانسومة مرض النوم قلت ان بيحصل هزال جسم المصاب وغالبا ما تنتهي حياته بالموت تبدأ الاصابة لما الزبابة بتيجي تقف على جلد انسان سلي هي مصابة الزبابة ملوسة ومصابة فتقوم تنقل الاسبروزيتات الى الدم بعد كده بتظهر على المريض اعراض حمى غير منتظمة تسمى حمى جنبية بعد مدة من الزمن بتصل التيربانسومة الى سائل النخاع الشوكي عند اذن تظهر اعراض مرض النوم يبقى التيربانسومة تسبب مرض النوم طيب بيحصل هزال جامد جدا في الجسم لدرجة ان الاصابة اذا زادت بيؤدي الى الموت طيب التيربانسومة بيحتوي جنس التيربانسومة على انواع كتيرة جدا رقم واحد نوع بيصيب المواشي والخيول والبغال والكلاب نوع بيصيب اي اولاد؟ المواشي والخيل والبغال والكلاب اتنين نوع يصيب اخشية الجهاز التناسولي للخيول مسببا لها مرض زهري الخيول يبقى يصيب اخشية الجهاز التناسولي للخيول بيسبب ليها مرض الزهري ثلاثة يصيب الجمال ويسبب لها مرض الدباب نوع يصيب بيسبب للإنسان القرحة الشرقية نوع بيسبب إجهاض الماشي إجهاض الماشي طيب الأضرار أنا قلت أن التربانسومة تسبب مرض النوم محدش من ولادي قال لي إزاي التربانسومة لما بتيجب وتصيب الإنسان بتستهلك كمية كبيرة جدا من الجلوكوزي الموجود جوا جسم فبالتالي الإنسان بيحصل له خمول مفيش طاقة الجلوكوز اللي الزبابة مطصته فبالتالي بيسبب مرض النوم الشخص مش قادر يقوم يعمل أي مجهود لأن مفيش جلوكوز استهلكت كمية كبيرة جدا من اللي موجود داخل جسم يبقى أول حاجة في الأضرار ودي بتيجي في الامتحان أذكر أضرار التربانسومة أقول له رقم واحد بتستهلك التربانسومة كميات هائلة من الجلوكوز من دم الإنسان وبالتالي بتسبب له مرض الشطر اللي هيقول لي مرض إيه؟ مرض النوم طيب المواد الإخراجية الناتجة من الآيد بتاعة التربانسومة ده له تأثير سامة على المصاب ده بالتأكيد مواد إخراجية بتؤدي إلى تأثير سامة على الإنسان المصاب في حالة الإصابة الشديدة بيحدث تلف بالخ بالخلايا المخ والجهاز العصبي عندما يصل الطفيل إليهما يبقى أضرار التربانسومة أضرار التربانسومة التربانسومة تسبب للإنسان مرض النوم تسبب مرض النوم ليه؟ لأن التربانسومة بتتغزى على كمية هائلة من الجلوكوز الموجود في الدم فبالتالي الإنسان ما بيكونش عمده طاقة فبيبقى مش عايز يعمل أي مجهود رقم اتنين المواد الإخراجية النتجة من عملية الآيد بتاعت التربانسومة بتودك لها تأثير سام وده بالتأكيد رقم ثلاثة في حالة الإصابة الشديدة بيصاب خلايا المخ والجهاز العصبي بتلف بالغ جدا طيب الوقاية الوقاية دي يعني أنا بقي من حدوث الإصابة أصلا يعني ما بعليكش بقي من حدوث الإصابة الوقاية القضاء على عقل الوسيط اللي طالب الشاطر اللي هيقول اللي هو إيه العقل الوسيط العقل الوسيط هو زبابة التسي تسي العقل الوسيط هنا في التربانسومة هو إيه زبابة التسي تسي يبقى الوقاية رقم واحد وده المهم جدا واللي حطه تحته مليون سطر وفرق بين الوقاية والعلاج الوقاية أن أنا بقي من المرض قبل ما يحدث لكن العلاج اللي إحنا هنشوفه في الحاجات اللي بعد كده القضاء على العقل الوسيط اللي هو بنكوسين زبابة التسي تسي يبقى عندي التربانسومة الطور أضار التربانسومة العقل الوسيط زبابة التسي تسي يسبب مرض نقط الطالب الشاطري اللي هيقولي يسبب مرض النوم طب يسبب مرض النوم ليه؟ عشان التربانسومة هتسحب السكريات أو الجلوكوز الموجود في الجزم وبالتالي الإنسان ما يكونش عنده أي طاقة فبيلجأ إلى النوم النقطة اللي بعد كده ده منظر التربانسومة حيوان مغزلي يتحرك نشوفه أوضح هنا التربانسومة بيتحرك بوسطة صوت واحد وله نواه واحدة وسطية جسمها مغزلي قلنا بتتغذى بالانتشار بتفصل الانتشار الغشائي بتفصل بلازمة دم عن الدم وتتغذى عليها ولا يوجد لها فراغ غزائي طيب نتنقل لحاجة تانية شيقة وجميلة جدا وهي الانتميبة هستليتكا الانتميبة هستليتكا حد يفكرني ويقولني الاميبة كانت بتتحرك بوسطة ايه؟ الاميبة كانت تتحرك بوسطة الاقدام او الارجل الكاذبة وعشان كده نوهت ان انا ممكن اجيب في الامتحان واقول ياولاد عايزة رأسم حيوان اولي يتحرك بالاقدام الكاذبة فطبعا هقول له الانتميبة النهاردة في حاجة شبيه لها هي الانتميبة هستليتكا تتحرك بوسطة قدم كاذب واحد تتحرك بوسطة قدم كاذب واحد يبقى الانتميبة هستليتكا تتحرك بوسطة يتحرك الحيوان بقدم كاذب واحد كبير يتحرك الحيوان بوسطة قدم كاذب واحد تتقاصر الاميبة الانتميبة بالانشطار السنائي بالانشطار السنائي كما انها تتكيس ويمر الكيس مع البراز الى افراد اخرين نقطة مهمة اوي وهي دورة حياة الانتميبة هستليتكا بحب انوه ان الطور المعدي في الانتميبة هستليتكا هو طور الاميبة المتحوصلة زو الاربع انوية طور الاميبة المتحوصلة زو الاربع انوية الطور المعدي هو طور الاميبة المتحوصلة زو الاربع انوية يبقى الانتاميبة هستليتكا الطور المعد بتاعها اسمه ايه ولاد طور الاميبة المتحوصلة ذو الاربع انوية بيجي عندي غزاء ملوس بالانتاميبة بيتناوله الانسان بيصل الى معدة الانسان وبعد كده بيكون انسان مصاب بيكون عنده الاميبة المتحوصلة ذو الاربع انوية بتخرج معه فضلات الانسان لتصل الى غزاء نظيف بواسطة الزباب وبالتالي الغزاء هيصبح ملوس مرة اخرى الاضرار بتسبب الاضرار ده مهمة جدا نفوق مع بعض كده للانتاميبة هستليتكا ونقول الانتاميبة هستليتكا بتسبب مرض ايه بسميه مرض الدوسنتاريا او الزحار الاميبي الدوسنتاريا او الزحار الاميبي الاضرار رقم واحد بتسبب كرح متسعة في الامعاء واحد كرح متسعة في الامعاء بتنفجر باستمرار ويكون البراز مختلط بالدم والمخاط يبقى لو جئا لعلل خروج البراز مختلط بالدم والمخاط اقول له نتيجة الاصابة بالانتاميبة هستليتكا نتيجة الاصابة بالانتاميبة هستليتكا المرض ده بيبقى فترة طويلة جدا بيمتد الى مدى الحياة بيزيد من خطورة الانتاميبة هستليتكا انها بتصل احيانا الى الشعيرات الدموية اللي بتكون موجودة بجدار الامعاء الغليظة وتسير في الدورة البابية الكبدية الى الكبد وتلتهم الاميبة خلاياها فتسبب التهاب قد يؤدي الى تكوين خراج الخراج ده مهم جدا اللي حتة بتاعت الخراج دي بيحدث خراجات كتيرة بالرقى ونادرا بالمخ يبقى اول حاجة في الاعراض رقم واحد بتسبب كرح متسعة في الامعاء بتنفجر باستمرار ويكون البراز مختلط بالدم والمخاط عشان كده بيجي سؤال يقول لعل اللي ما يأتي خروج البراز مختلط بالدم والبراز اقول له نتيجة الاصابة بالانتاميبة هستليتكا قلنا بعد كده ممكن يسبب في حالة الاصابة الشديدة الى حدوث خراجات بالرقى ونادرا بالمخ الوقاية والعلاج اول حاجة في الوقاية علينا كلنا اننا نحصل الخضروات جيدة من غير منزاكر انا قلت ان هي بتنتقل عن طريق غزاء او مية ملوث باكياس الانتاميبة هستليتكا بتنتقل عن طريق غزاء او ماء ملوث بالانتاميبة هستليتكا اول حاجة في الوقاية اننا اخصل الخضروات جيدة غسيل الخضروات جيدة رقم اتنين غسيل الايدي بالماء والصبون غسيل الايدي بالماء والصبون رقم ثلاثة عدم تناول خضروات او غزاء او ماء ملوس الاحظ ان انا اكون مضيفة جدا وانا باكل الخضروات ان انا اغسلها بالخل والمية ليه؟ عشان وجود الاكياس المتحوصلة الكس الاميبي ده بيكون موجود في الحضار فاخسلها عدة مرات يبقى واحد غسل الخضروات جيدا اتنين غسل الايد جيدا بالماء والصابون عدم تناول خضروات او غزاء ملوس مكافحة الحشرات التي تنقل الاميبة المتحوصلة الوقاية والعلاج مهمة جدا اعراض الاصابة مهمة جدا اسم المرض مهم اعراض الاصابة الوقاية والعلاج مهمين العائل الوسيط العائل الاساسي وده هركز عليهم في نهاية الحلقة ان شاء الله يبقى الوقاية والعلاج واحد اعمل وقاية ازاي احصل الخضروات جيدا غسل الايد بالماء والصابون ما تناولش غزاء او ميا ملوسة او خضروات بعد كده مكافحة الحشرات التي تنقل الاميبة المتحوصلة ده منظر الانتميبة هستليتكا تحت المجهر بيكون صغيرة جدا وعشان كده قلت ان هي لطراب العين المجردة بشوفها تحت الميكروسكوب هنيجي لتالت حاجة بدرس النهاردة وهي بلاز ميديوم المالاريا جيه فترة يا ولاد كان فيه اصابة جديدة بمرض المالاريا طبعا انتوا اكيد ما حضرتوا هاش طلبة بتاع سنة اولى ولكن اكيد اباءنا وامهاتنا واجدادنا حضروا المرض ده كان انتشر بكمية كبيرة جدا وكان سبب خطورة عالمية على الانسان فمرض بلاز ميديوم المالاريا ينقل مرض حم المالاريا تعالوا نشوف بينقله ازاي يعتبر البلاز ميديوم من اهم الجرسميات المألوفة وهو المسبب لمرض المالاريا يبقى اسم المرض في بلاز ميديوم المالاريا نقط حم المالاريا او المالاريا وهذا المرض بيعتبر احد الكوارث التي تصيب البشرية منذ العصور القديمة وقد تسبب عنه اصابات جسيمة ووفيات لفعلا حصل وفيات بكمية كبيرة جدا خاصة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائي بينتقل التفيل للانسان عن طريق ناس معينة مش اي انسة مش اي بعودة لا انسة بعودة الانفلس يبقى بينتقل التفيل الى الانسان عن طريق انسة بعودة الانفلس مش ممكن اي انسة تانية لا لازم انسة بعودة الانفلس وتحدث العدوى للانسان عندما تلدغه بعودة انفلس انسة مريضة بالبلازم طبعا زي ما احنا شايفين الطور المعد هنا الاسبروزتات الاسبروزتات هنا انتقال شخص مصاب جات البعودة وقفت عليه امتصة الدم بتاعه وقفت على انسان نقلت له الاصابة الانسان ده اتصاب بخلايا الكابد وخلايا الدم وجات بعودة اتغذت على الانسان المصاب مرة اخرى وتنكله الانسان جديد زي ما احنا شايفين اعراض الاصابة انا بقول حمه الطالب الشاطر بقى يقول لي اعراض الاصابة ايه من غير ما نذكر ايه اللي بيحصل فيه اعراض الاصابة واحد دور البرودة نرتبهم ما فيش دور بيتعدى دور تاني واحد دور البرودة المريض بيشعر ببرودة شديدة وقشعريرة في جسمه يبقى اول حاجة يشعر المريض ببرودة شديدة وقشعريرة يشعر المريض ببرودة شديدة وقشعريرة. مرحلة تانية او الدور التاني دور السخونة ما انا بقول حمى برودة وسخونة. فدور الحرارة ترتفع درجة الحرارة ويحمر الواجه والعينين مع حدوث حمى. يبقى واحد بيشعر المريض بيدور برودة جديدة وقشعريرة. الدور التاني وهو دور السخونة بيحمر وجهه والتفاع درجة حرارته وعينها وليحدس حمى. الدور التالي دور العرق بحس ان المصاب بيصاب بدور عرق شديد جدا. وتبتعالوا نشوف كده اعراض الاصابة ونوضحها اعراض الاصابة واحد عرق ورعشة. عرق الجلد. اتنين صداح. الام في العضلات وتعب عام الام في الظهر. وتضخم في الطحال. واحيانا يحدث غسيان وقيق وسعال وكحة جفة. يبقى ازاي اعرف الشخص المصاب ببلازميديوم الميلاريا الشخص المصاب ده رقم واحد بيحصل له دور بروضة وكشعريرة رقم اتنين دور سخونة بترتفع درجة الحرارة ويحمر وجهه ويحدث رعشة ويحدث عرق غزير. بنبص نشوف الاعراض الرئاسية تعرق الجلد بلاقي عرق جديد جدا كتير جدا نازل من الشخص المصاب وصداع الام في العضلات تضخم في الطحال الام في الظهر وغسيان وقيق يبقى نركز جدا على اعراض الاصابة ببلازميديوم الميلاريا حد طالب شاطر يقول لي ايه هي اعراض الاصابة ببلازميديوم الميلاريا رقم واحد دور البروضة دور الحرارة رقم ثلاثة عرق شديد وقد يحدث تضخم في الطحال طيب ازاي يقوم طرق المقاومة الطالب الشاطر اللي هيقول لي اول حاجة هعملها ايه لما انا شفت الشخص مصاب حصل له دور بروضة ودور حرارة ودور عرق وتضخم واصداع وحصل له يعني ضعف عام انا شفت كل الاعراض دي واحد اعزل الشخص المصاب من غير ما نذاكر اقول واحد عزل الشخص المريض المصاب لمنع وصول البعود الي عشان البعودة هتيجي تقف على الانسان المصاب وتنقل العدوى لانسان سليم يبقى رقم واحد في الوقاية عزل المريض لمنع وصول البعود الي واعادة العدوى مرة اخرى اتنين معالجة المرضى بقتل توفيل الملاريا فتقتل بذلك مصدر العدوى معالجة المريض لازم اعالج المريض رقم ثلاثة مكافحة البعود عن طريق تكفيف البرك والمستنقعات وتربية اسماك الجامبوزيا جيف سانا قال لي علل لما يأتي ينصح بتكفيف البرك والمستنقعات وتربية اسماك الجامبوزيا ودي قلت لمكافحة البعود المسبب لمرض حمى الملاريا لمكافحة البعود المسبب لمرض حمى الملاريا يبقى سؤال علل هنا ممكن يجيلي يقول لي علل لما يأتي ينصح بتكفيف البرك والمستنقعات وتربية اسماك الجامبوزيا اقول له الاجابة وذلك لمكافحة البعود الناقل لمرض حمى الملاريا والطالب الشاطر هيقول لي ايه هو البعود ده انسى بعودة الانفلس انسى بعودة الانفلس يبقى اول حاجة في طرق المقاومة ان انا اعزل الشخص المصاب رقم اتنين معالجة المرضى لازم اعالجه بقتل توفيل الملاريا رقم تلاتة بجفف البرك والمستنقعات وربي بعض اسماك الجامبوزيا وذلك لمكافحة البعود الناقل لمرض حمى الملاريا والطالب الشاطر هيقول لي ايه هو اسمه انسى بعودة الانفلس في الاماكن الموبوئة بالملاريا بعمل طريقة وقائية حتى لو الشخص مش مصاب المناطق اللي بعرف ان المنطقة دي موبوئة قلنا للمناطق الاستوائية وشبه الاستوائية بعمل ايه الاصحاء يتناولون جرعات كبيرة من الكولوروكوين كنوع من الوقاية الكولوروكوين كنوع من الوقاية وفي الاخر خالص بعالج المريض بالكولوروكوين او بأي عقاقير اخرى يبقى المقاومة واحد بعزل المريض رقم اتنين بقاوم طفيل الملاريا رقم تلاتة بجفف البرك والمستنقعات رقم اربعة في الاماكن التي ينتشر فيها حم الملاريا وقلنا زي المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية بيقدي حاجة وقائية حاجة وقائية اسمها الكولوروكوين وفي بعض الحالات في حالة الاصابة برضو بعالج بالكولوروكوين وابعة كتير اخرى تعالوا بقى لحتة مهمة جدا جرسميات تتطفل على الانسجة بضمة للحيوان جرسميات تتطفل على الانسجة بضمة للحيوان انوزيمة اسمه ايه انوزيمة حيوان جرسمه اسم ايه اولاد انوزيمة عارفين نحل العسل كلنا عارفينه عارفين دوت الحرير دوت الاز انوزيمة دي بتيجي بتعمل لي ايه بتصيبهم بتصيبهم ازاي قلت انوزيمة حيوان جرسمي يصيب الحشرات النافعة مثل نحل العسل ويهاجم خلايا الغشاء المخاطئ المبطل للأمعاء ويطلفها ايه هو الضرر اللي هيحصل الاول خالص لازم اقول ان هو حيوان جرسومي بيصيب مين الحشرات النافعة مثل نحل العسل يصيب الحشرات النافعة مثل نحل العسل ويهاجم خلايا الغشاء المخاطئ المبطل للأمعاء ويطلفها في النهاية تتكون جراسيم تمر مع براز النحل وتنتقل بين افراد الخلية وتسبب خسائر فادحة لخلايا النحل يبقى مرض بيصيب النحل اقوله مين النزيمة مرض بيصيب النحل جرسومة حيوان جرسومة بيصيب النحل اسمه ايه النزيمة يبقى النزيمة حيوان جرسومة يصيب خلايا او يصيب نحل العسل برضه مش بيزكت لا ده بيصيب كمان ددان الحرير ودودة الاز هناك نوع اخر بيصيب دودة الحرير ويسبب له مرض يعرف بالارتخاء جه في سنة علل لما يأتي حدوث مرض الارتخاء في ددان الحرير اقوله نتيجة الاصابة بمين بالنزيمة وهو حيوان جرسومة يبقى لو جه قاله في الامتحان علل لما يأتي وجود مرض الارتخاء في ددان الحرير اقوله نتيجة الاصابة بحيوان جرسومي يسمى النزيمة يبقى النزيمة جات خدت الحاجات النفعة زي نحل العسل وخدت ددان الحرير ودودة الاز واصابتهم بمرض اسمه النزيمة يسمى بالارتخاء المهلك يبقى ممكن يجي يقوله يسبب النزيمة النزيمة مرض نقط اقوله الارتخاء المهلك او حدوث ارتخاء يسمى بالارتخاء المهلك في ددان الحرير اقوله نتيجة الاصابة بالنزيمة يبقى بالارتخاء المهلك ويوجد الطفيل في جميع اعضاء الجسم المختلفة وفي المبايض ولذلك فقد ينتقل من البيض من جيل الى جيل فقد ينتقل من البيض من جيل الى جيل وهو يسبب خسائر فادحة في تربية ددان الازم يبقى النزيمة كل اللي انا عايز اعرفه فيه ان حيوان جرسومي بيسبب مرض الارتخاء في ددان الحرير اعرض الاصابة لو جينا بصينا على امعاء مصابة شايفين شايفين عملية الارتخاء هنا ازاي شايفين الامعاء السليمة واضحة جدا يبقى بيسبب مرض الارتخاء في ددان الحرير تعالوا بقى لحتها تفيد امهاتنا كتير وخاصة اللي بيربوا الارانب خاصة اللي بيربوا البط والدجاج والوز وبيربوا الحيوانات المهمة دي في البيوت فطبعا لو انت الطالب شاطر هتيجي والدتك تقولك انا عندي الدجاجة دي انا حس فيها بهزال ومش بتاكل وعندها اسهال ابيض فطبعا انت لازم تقولها ايه هي مصابة بايه وبلاش تكسفون قدام اولياء الامور جرسيم تتطفل على القناة الهضمية للحيوانات يعتبر مرض الكوكسيديا من الامراض الخطيرة التي تصيب الحيوانات المختلفة يعتبر مرض الكوكسيديا من الامراض الخطيرة اللي بتصيب الحيوانات المختلفة بيسببها انواع من جنس الامريا التابع لتحت قبيلة الجرسوميات بتعيش داخل القناة الهضمية تعيش فين داخل القناة الهضمية طيب بتهاجم وكذلك بتهاجم بعض العدد الملحقة بالقناة الهضمية مثل الكبد وقد تطلف ايضا الانسجة الطلاقية المبطنة للقناوات المرارية وقد تؤدي الى الوفاة العوائل واعراض الاصابة زي ما انا قلت الوقتي ان بتصيب الكوكسيديا بيصيب الارانب والطيور الداجنة الارانب والطيور الداجنة ودي زي الدجاج والبط بيحدث ايه قلت لو والدتك قالت لك انا عندي الدجاجة دي او البطة او الارناب عنده فقدان في الشهية وهزال واسهال فطبعا انت كطالب دارس مادة الحيوان لازم ترفع رأسنا وتقول لها ده مصاب بالكوكسيديا ايه هي اعراض الاصابة الاول قلت ان العوائل ودي مهمة جدا ايه الارانب ايه الحيواناء الطيور الداجنة ودي زي البط والدجاج ايه اللي بيحدث واحد حدوث فقدان للشهية بلاقي يعيني البطة او الفرخة او او الارانب عندها فقدان في الشهية وهزال في الجسم بالتالي هي ما بتاكلش فبالتالي هيبقى فيه فقدان في الوزن وهزال للجسم واسهال شديد الحتة ده عايزة اركز عليها جدا اسهال شديد مصحوب بافرازات دموية بالبراز اسهال شديد مصحوب بافرازات دموية بالبراز يعرف نوع الاسهال في حالة الدجاج بالاسهال الابيض بالاسهال الابيض يبقى حدوث الاسهال الابيض في الدجاج نتيجة الاصابة بالكوكسيديا علل حدوث الاسهال الابيض في الدجاج اقول له لانه يوجد عقد بيضاء مملوقة بالصديد والبكتيريا بالكبد نتيجة الاصابة بالكوكسيديا يبقى العوائل بتاعة الكوكسيديا ودي نحددها كويس جدا الارانب الطيور الداجنة ودي زي الدجاج والبط بيحدث ايه بيحدث فقدان الشهية بلاقي ان الدجاج او الارانب او البط هوقف مش بياكل ما عندوش شهية ان هو ياكل وبالتالي حيوان مش بياكل ايه لا هيحصل فقد في الوزن في هزال هلاقي الحيوان ضعف جدا واسهال شديد مصحوب بافرازات دموية بالبراز علل وجود اسهال شديد مصحوب بافرازات دموية بالبراز نتيجة الاصابة بالكوكسيديا اما في حالة الدجاج بلاقي اسهال ابيض اسهال ابيض لما بيكون عندنا دجاجة تعبانة وبلاقي اسهال ابيض فيها بناخدها للوحدة الصحية او للوحدة البيطرية فبيقول لي ده عندها كوكسيديا اللي خلاها عرف ان عندها كوكسيديا لان الاسهال الابيض ده لما باجي شرح الحيوان المصاب بشاهد وجود عقد بيضاء مملوء بالصديد والبكتيريا بالكبد شوفوا اعراض الاصابة اعراض الاصابة واضحة جدا والاسهال الابيض هنا واضح جدا في الامعاء اهو وجود عقد زي ما احنا قلنا ودم زي ما احنا شايفين وصديد طيب المكافحة والعلاج المكافحة والعلاج رقم واحد لازم انظف الحزيرة الحزائر اتباع احتياطات النظافة والتطهير داخل الحزائر من غير مذكرة واحد اتباع احتياطات النظافة والتطهير يعني انت تقول لولدتك نظف المكان اللي انت مربية فيه الدجاج او البط او الفرق رقم اتنين هاجع الحيوانات المصابة وعمل لها عازل عشان ما تعديش الحيوانات السليمة لانها تنزل دمع البراس رقم 3 اضافة مضادات حيوية لازمة الى ماء الشرب طيب انا عملت ده كله والاصابة كانت شديدة جدا بعدم وحر الحيوانات التي لا يرجى لها شفاء حتى لا تكون مصدر لانتاج الحويصلات البيضية التي تعمل على اعادة عدوى الحيوانات السليمة يبقى انا نظفت الحيوانات الحيوانات المصابة حطيت له عقاقير وادوية في مية الشرب ومع ذلك الاصابة بقت شديدة وعند الحيوانات لا يرجى من شفاءها يعني خلاص اعمل لها اعدام وحرق عشان ايه لا تكون يبقى ممكن يجي سؤال يقول لي علل لما يأتي اعدام وحرق الحيوانات التي لا يرجى لها شفاء حتى لا تكون مصدر لانتاج الحويصلات البيضية التي تعمل على اعادة عدوى الحيوانات السليمة يسبب مرض التضرن او التصولج في الجزور يبقى اسم المرض ايه التضرن او التصولج في الجزور ويظهر المرض على هيئة انتفاخات تشبه الاصابع يظهر المرض على هيئة انتفاخات تشبه الاصابع يبقى يسبب التصفى في القروم مرض التضرن أو التصولك في الجزور ويظهر المرض على هيئة انتفاخات تشبه الأصابع وذلك في المجموع الجزري المجموع الجزري اللي بيكون تحت سطح التربة بيوجد انتفاخات تشبه أولاد الأصابع طيب بتبدأ الإصابة النبات بهذا النوع من الطفيل عندما تكون التربة ملوسة بالجرسيم يعني بتتنقل للنبات لو أنا زرع السنة دي قرومب والقرومب ده اتصاب بالمرض ده وأنا جيت العام التالي عشان أزرع بيكون الجرسيم موجودة في التربة فتنتقل للنبات السليم يبقى يسبب مرض التضرن أو التصولك في الجزور ويظهر المرض على هيئة انتفاخات تشبه الأصابع وذلك في المجموع الجزري وتبدأ إصابة النباتات بهذا النوع من الطفيل الأولي عندما تكون التربة ملوسة بالجرسيم نتيجة لتعفن أو تحلل الجزور المصابة أعرض الإصابة زي ما احنا شفنا لسه نشوف في الوقت أعرض الإصابة واحد طفيل مرض التصاب يصيب البادرات الصغيرة فيعوق نموها بيصيب البادرات من غير مذاكرة هو موجود في التربة لأن أنا كنت زرعة العام الماضي أو المرة اللي فاتت كرم والجرسيم فضلت موجودة في التربة وأنا جيت زرعة فيصيب البادرات الصغيرة فبالتالي هيعيق نموها بعد كده يظهر لونها أخضر شاحب وقد تموت البادرات التي تصاب قبل تمام نموها أما الإصابة المتأخرة فتكون أقل خطور بيشتد هذا المرض الحتة دي حابة نوه لها جدا أنه بيشتد المرض في الأراضي الحمضية ورديقة الصرف بيشتد المرض في الأراضي الحمضية ورديقة الصرف والمحتوية على نسبة عالية من الرطوبة وتنتشر أيضا لما أجي أستعمل أدوات زراعية ملوسة أو تنتقل من مكان إلى آخر عن طريق ديدان الأرض أو أسمدة ملوسة أو ماء الصرف أو عن طريق الرياح بيشتد هذا المرض في الأراضي الحمضية والأراضي الرديقة الصرف المحتوية على نسبة عالية من الرطوبة وكمان لما بستعمل أدوات زراعية ملوسة بتنتقل من مكان إلى مكان عن طريق ديدان الأرض أو أسمدة ملوسة أو ماء الصرف أعراض الإصابة زي ما احنا شفنا بنقول إيه إزاي بقى أكافح أو الوقاية الوقاية والعلاج واحد صرف جيد للأراضي ذات المستوى الماء العالي صرف جيد للأراضي ذات المستوى الماء في حالة الأراضي الحمضية الحتة دي عايزة الأولادي يفوق لها كويس أو في الأراضي الحمضية بضيف إليها الجير المطفق المطفي بمعدل 700 كيلو جرام للفدان حتى تصبح درجة حمودة البيئة للطربة غير ملأمة لحياة الطفيلة نقول تاني بتجرى الأول لازم أجري عملية صرف جيد للأراضي ذات المستوى العالي من الرطوبة لأنها بتنتشر في الأراضي الحمضية ورديئة التهوية اتنين لو كانت الأراضي دي في حالة الأراضي الحمضية بضيف لها إيه؟ الجير المطفي بمعدل 700 كيلو جرام حتى تصبح درجة الحمودة أو البيئة غير ملأمة لحياة الطفيلة طيب في حالة وجود أي طربة ملوسة بيجب إزالة جميع الحشائش الحشائش الحتة دي مهمة وبتيجي علم في حالة وجود أي طربة ملوسة يجب إزالة جميع الحشائش التابعة للعائلة الصلبية ثم اتباع دورة زراعية طويلة وذلك لمقدرة جرسيم هذا الطفيل أنا قلت بتبقى موجودة في الطربة أنا قلت بتبقى موجودة من الإصابة بتاع المرة اللي فاتت في الطربة ففي حالة وجود طربة ملوسة بعمل على إزالة جميع الحشائش التابعة للعائلة الصلبية جميع الحشائش التابعة للعائلة الصلبية واتباع دورة زراعية طويلة لمقدرة جرسيم هذا الطفيل على البقاء حية لمدة طويلة يبقى لو جئا لعلن لما يأتي ينصح بإزالة جميع الحشائش التابعة للعائلة الصلبية واتباع دورة زراعية طويلة أقول له وذلك لمكافحة مرض التصبع في الكروم لمجدرة جرسيم هذا الطفيل على البقاء حية لمدة طويلة انتخاب سلالات مقاومة لهذا المرض هنيجي ليه مرض مهم جدا الجرب المسحوق في البطاطس كلنا بنأكل بطاطس وكلنا بنحبها جدا البطاطس عندي هنا بتصاب بمرض اسمه الجرب المسحوق في البطاطس الجرب المسحوق في البطاطس اعراض الاصابة بمرض الجرب المسحوق في البطاطس لو احنا شايفين شكل البطاطس سياه كده لو جيت انا اشتري من الفلاح اه الشخص اللي انا بشتري منه هشتري حبات بطاطس بالشكل ده طبعا لأ فبالتالي بقلل من القيمة الاقتصادية لرضائة النوع بقلل من القيمة الاقتصادية وذلك لرضائة النوع اعراض الاصابة طفيل من الحيوانات الاولية الاميبية بيصيب جزور وسوق ودرانات نبات البطاطس تكوين بصارات وانتفاخات صغيرة على الدرانات الحديثة تتحلل الخلايا الممزقة المصابة تاريكة فجوة ودي اللي جي منها الاسم تاريكة فجوة مملوئة بمصحوق بني تعطي منظر الجرب المميز للبطاطس في حالة الإصابة البسيطة بيكون عبارة عن جرب سطحي خارجي يحدث بعض التشوهات في الدرانات ويؤدي إلى قلة قيمة المحصول التجارية أما في حالة الإصابة الشديدة بيظهر تعف كامل للدرانات وهي في التربة وتدهر شديد في كمية المحصول وردقته من الناحية التجارية اللي هميني جدا جي في سنة قال لي أذكر الوقاية والعلاج أو قال لي أن مرض الجرب المسحوقي من الأمراض الشائعة في مصر أذكر الوقاية والعلاج للحد من انتشار هذا المرض رقم واحد استعمل تقاو سليمة رقم واحد استعمال تقاو سليمة استعمال أصناف مكومة للطفيل استعمال أصناف مكومة للطفيل في حالة الأراضي الملوسة اتباع دورة زراعية طويلة لمدة ثلاثة أو أربع سنوات والعناية بالصرف وعدم إضافة الجير منعا من زيادة القلوية الحيطة دي مهمة عدم ممكن تجي لي صحي وغلط عدم إضافة الجير منعا من زيادة القلوية ويستحسن إضافة الكابريت لها بمعدل تسعمائة رطل للفدان حتى نتغلب على اللزوجة الحتة دي نحط تحتها مليون ساطر وعند استخدام تقاو ملوسة فيستحسن تطهيرها بمحالي المطهرة مثل الفورمال دايد المخفف الساخد أنا عايزة أعمل ملخصة على السريح للحاجات اللي خدناها النهاردة أنا خدت واحد التربانسومة واحد التربانسومة الطالب الشاطر هيقول لي إيه الطور المعدي في التربانسومة الطور المعدي التربانسومة أنا كده ما ذكرتش سهلة جدا الطور المعدي بيجي في الامتحان أكمل أذكر الطور المعدي في التربانسومة أقول له التربانسومة العائل الوسيط زبابة التسي تسي العائل النهائي الإنسان اسمه المرض مرض النوم والشاطر اللي هيفكرني وقول لي مرض النوم لأنه تسحب الجلوكوز بيستهلك كمية كبيرة جدا من الجلوكوز الموجود في الجزم فما فيش طاقة للإنسان فبيسبب مرض النوم بعد كده الأنتميبة هستليتكا الطور المعدي الكيس المتحاصل ذو الأربع أنوية الكيس المتحاصل تذكروا كويس جدا الكيس المتحاصل ذو الأربع أنوية طب العائل الوسيط الزباب العائل النهائي الإنسان اسم المرض الدوسنتاريا الأميبية وفيه كتب بتسميه الزحار الأميبي الدوسنتاريا الأميبية وفيه كتب بتسميه الزحار الأميبي طيب النقطة اللي بعد كده بلاز ميديوم المالاريا الطور المعدي الإسبروزيتات العائل الوسيط أنسى بعودة الأنوفلس أنسى بعودة الأنوفلس العائل النهائي الإنسان اسم المرض مرض حمى المالاريا كوكسيديا الأرانب الطور المعضي الحويصلات البيضية الناضجة الطور النهائي الأرانب والبط والدجاج المرض الكوكسيديا التصبع في الكرومب الطور المعضي الحويصلات الجرسمية العائل النهائي جزور الكرومب المرض النهائي أو المرض الناتج تصبع جزور الكرومب النقطة اللي بعد جدا الجرب المسحوقي في البطاطس طور المعضي الضرانات التي يوجد عليها الجرسيم. العائل النهائي درانات البطاطس. اسم المرض الجرب المسحول. اسم المرض الجرب المسحول. النهاردة تكلمنا عن درسة شاية جدا. خدنا فيه شوية حاجات. ممكن تفيدنا. ممكن تفيد اولياء الامور. وتفيدك انت كطالب ان انت لما تحس ان انت تعبان. عندك دور بروضة. ثم دور حرار جديدة. ثم عرق. ثم ضعف. تضخم في الكبد والطحال. ابقى اقول انا مصاب بمرض ايه? المرة اللي عندي خدت النهاردة التريبانسومة. خدنا بلازميديوم المالاريا. خدنا الانتميبهوستليتكا. وقلنا تتحرك بواسطة قدم واحد. خدنا التصبع في الكرون. خدنا الجرب المسحوقي. خدنا مرض مهم جدا وهو الكوكسيديا. المرة اللي جاية عايزاكوا تفتحوا الكتاب وتشوفوا هل حيوان الاسفنج اللي انا هاخدوا المرة اللي جاية? الحيوان ده. هل الاسفنج حيوان ولا نبات? وليه? وهل بيتحرك? هل بيتقاصر? هل بيتغزة? عايزين نشوف الكلام ده كله المرة اللي جاي? طيب. وهناخد حاجات مهمة جدا. الدودة الكبدية. وهناخد البل هارسيا. وهناخد الدودة الشرطية. هناخد حاجات جميلة جدا. نفسي ولادي يكونوا النهاردة استفادوا بالجزء اللي خدناه. جزء شيك ومهم جدا. آآ يا ريت نركز على شوية حاجات مهمين فيه. المرة اللي جاية هناخد مع بعض الاسفنج. وهناخد الدودة الكبدية والدودة الشرطية. آآ بالهارسيا المجاري المائية وبالهارسيا المستقيم. اتمنى نكون آآ استفادنا بدرس النهاردة. اشوفكم المرة اللي جاي ان شاء الله على خير. آآ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.